العقوم العقوم بمعنى المعروف متداول عليه أنه إذا تأخر الحمل عن أكثر من سنة فهذا يسمى تأخر حمل غالبا العلاج متوفر والمملكة العربية السعودية الحمد لله فيها الطب متقدم في أشياء كثيرة جدا ومنها العقوم فتقريبا أنه نسبة أكثر من 97% إلى 98% من أسباب العقوم علاجها متوفر ولله الحمد قلت عدد الحالات التي لا يمكن أن يحدث فيها حمل والأسباب ممكن تكون عند المرأة عند الزوجة أو عند الزوج عند الزوجة هي انعدام البيضات وده يشخص بتحاليل هرمونات معينة هرمونات الغد النخامية وهرمون حديث الآن هو هرمون الـ AMH وعند ارتفاع هذه الهرمونات يعني نضوب البيضات وفي هذه الحالة يكون الحمل مستحيل ومن الأسباب مشهورة جدا في معظم المجتمعات العالمية والمحلية حالة يسموها حالة تكييس المبايض وطبعا هذه حالة منتشرة تقريبا 15% إلى 20% من السيدات في عمر الإنجاب وتسبب طبعا عدم انتظام التبويض وبالتالي تقلل جدا من فرص الحمل أشهر أسباب العقم عند النساء أمراض القنوات فالوب وقنوات فالوب هي القنوات الرحم بمعنى آخر وهي تستقبل البيضة قبل التلقيح وبعد الجماع يتحرك الحيوان المنوي من الفرج خلال عنق الرحم وبداخل الرحم إلى أن يصل البيضة في قناة فالوب ويأدي ذلك إلى التلقيح وثم بعد يومين أو ثلاثة أيام تتحرك البيضة من القناة فالوب إلى داخل الرحم لتكوين الجنين يعني ما انسداد كلي أو جزئي في قنوات فالوب وهذا يمنع من وصول بويضة والحيوان المنوي وتكوين الأجنة وطبعا حالات التي هي استئصال الرحم أو استئصال المبايض وهذا شيء بديه إذا استأصلت المرأة الرحمة لا يمكن أن يحدث حمل أو استأصل المبيض من الحالات التي تمان مشهورة في مجتمعنا الاختلالات في الغدة الدرقية سواء الانخفاض أو الزيادة فيها فهذا طبعا يؤدي إلى اختلالات في الهرمونات والنتيجة النهائية طبعا اللي هو تأخير الحمل أو ملأ الحمل زيادة الوزن بدأت تنتشر عند فتياتنا فبدأ عنده مشكلة تأخر الدورة الشعر بالوجه حب الشباب وذلك يؤدي إلى تأخر الدورة إذا تأخرت الدورة ما صار حمل الوزن له تأثيرات سلبية كثيرة على المغدر على الإنجاب وكذلك عند حدوث الحمل مما يسبب مضاعفات أثناء الحمل وما قبل الحمل ويسبب ويكون من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تكيّسات المبايد فيكون فيه ارتباط قوي ما بين زيادة الوزن وتكيّس المبايد وبالتالي النتيجة اختلالات هرمونية مهمة يتأخر أو يتأخر الحمل أو تمنع الحمل هناك بعض الأسباب التي تكون متعلقة بالزوج أحيانا ما يكون عنده حيوانات منوية كاملا وإذا عدمت الحيوانات المنوية في الخصية لا يمكن أن يحدث حمل أنا شفت مريض ومريضة عشرين سنة بيبحثوا عن علاج والزوج دائما يقول أنا سليم فما طلب الطبيب منه تحليل سائل منو كل ما قال أنا سليم سوينا تحليل سائل منوي بعد عشرين سنة من الزواج كان عنده صفر كان الزوج يتوقع أنه سليم قوة جنسية وإحنا ما نتكلم عن قوة جنسية